لست مهزوماً ما دمت تقاوم ابتسام الطفل صغير في وجه جندي صهيوني الحب، الزواج، الإنجاب كلها صور مقاومة وصولاً للمقاومة المسلحة صحيح بتختلف صور المقاومة أو مستوياتها لكن تظل في النهاية مقاومة بتعبر فيها عن صمودك ورفضك وحفاظك على إنسانيتك النهاردة مع دكتور حزيفة برهم الطبيب النفسي بنفهم إيه هي المقاومة وإزاي هي وسيلة للتعافي والنجاة من الاضطراب النفسي والقلق والشعور بالعجز والقهر حلقتنا النهاردة كمان هي حلقة خاصة في ذكرى مرور عام كامل على حرب الإبادة في غزة ده بودكاست ملاذ أنا الشايماء عبدالخالق أتمنى لكم متابعة طيبة دكتور حزيفة أهلا بحضراتك معنا النهاردة نورتنا نالله يحديك تقريبا سنة كاملة مرات على الحرب الإبادة على غزة اللي بيشنوها الاحتلال الإسرائيلي وفي وسط المشاهد المؤلمة جدا والعنيفة جدا اللي بنشوفها بتطلع نمازج للصمود والمقاومة من أطفال ونساء ورجال بعض التعليقات اللي بسمحها إن صور المقاومة دي بتوسينا إحنا كناس مشاهدين خارج الحرب ده بيطرح سؤال هل المقاومة بتساهم أو بتساعد بفكرة التعافي النفسي؟ نعم يعني الإنسان بشكل عام بعيدا عن لونه وعرقه وجغرافيا اللي بيعيش فيها ودائما يبحث عن هذا النموذج نموذج إنه الدنيا بخير الدنيا فيها أمان الحق له رجال تحميه والباطل إن كنا نألم نألم وبالتالي هذه النماذج نجد أنها فعلا بتواسي الأشخاص اللي في الجامعات الأمريكية اللي من أديان وأعراق أخرى بتواسي الشعب المقهور الأمة العربية اللي كان يعيش حالا من العجز المكتسب اللي فرض عليه في الإعلام وفي السردية الموجودة بأننا لسنا ندا لهؤلاء المحتلين ولسنا ندا لأتباعهم ولدعمهم وبالتالي هذه النماذج كسرت حالة كبيرة من الشعور بالعجز الشعور بعدم الكفاءة وهذه من الأشياء النفسية الهمة جدا اللي بحتاجها أي إنسان لديه كرامة إنسانية أن يشعر بها لشعور بنوع من الحفاظ على كرامته وهويته الإنسانية طيب على مستوى الناس في غزة أو في فلسطين يعني على اعتبار أنه هي حرب مستمرة بقالها 75 سنة إزاي مفهوم المقاومة بيساهم في أن الناس تتعافى من هذه الأثار العنيفة جدا من الحرب والاحتلال والاستطان فعلى مستوهم الشخصي إزاي المقاومة بتساعدهم نفسيا؟ بالنسبة للمقاومة هي ليست طرفا المقاومة هي نوع من الآليات اللي يستخدمها الإنسان حتى على الجانب الجسدي إذا دخل هناك فيروس أو مايكروب على الجسم تجد أن هناك خلايا تنوب عن الجسم في مقاومة هذا الفيروس وهذا المايكروب وبالتالي طالما هناك احتلال طالما هناك ظلم طالما هناك محاولة لاستحلال كل محرم في هذه الأرض ستجد الأشخاص الذين ينوبون عن الأمة عن الشعب في مقاومة هذا الاحتلال طيب أنا هعكس السؤال أقول طب برغم هذا الاحتلال المستمر ليه لازال في مقاومة؟ يعني المقاومة بتيجي منين طالما أنه هذه المقاومة لم تؤتي سمرها حتى هذه اللحظة على المستوى النفسي إحنا بنحاول نفهم ميكانزمات المقاومة النفسية كيف تتولد داخل الإنسان في فلسطين وماذا يحصد الإنسان على مستواه الفردي نفسيا من فكرة أنه هو موجود بيقاوم؟ جميل السؤال إذا نظرنا ما الذي يريده إنسان لا يقاوم يريد أن يعيش سالما غانما الإنسان طبعا بحاجة إلى حياة مآمنة مستقرة ولكن لا يوجد اجتماع لحياة فيها الاحتلال والأمان في نفس الوقت وهذا بسبب النظريات النفسية التي نعرفها الإنسان إذا أراد أن يعيش مطمئنا يجب أن يشعر بالأمان حتى الطفل حينما يولد الطفل يولد خائفا يترقب ينظر هل هذه البيئة التي خرجت لها آمنة كأمانية في الرحم بعيدة عن كل الأخطار يبدأ يأخذ هذا الأمان من الأم من البيئة ثم يبدأ ينفتح على هذا الأمان شعور الإنسان بفقدان هذا الأمان يجعله ينقص يعود وكأنه جنين أو رضيع وجود الاحتلال دائما هو المهدد أنت تعرف أن حاشى ناصيتك بيده كل قراراتك بيده وبالتالي تعيش مشكلة تتكلم عنها النظرية اللي يسموها self-determination theory تقرير ذات أو تقرير المصير أنت تعرف أن مصيرك ليس بيدك وأنك لست من الكتاب مستقبلك وهنا تعيش هذه المشكلة تشعر بكل جوارحك أنه لا شك إذا أردت أن أعيش وأن أشعر بالمعنى وبالحياة يجب أن أخارع هذا الشخص لكن كيف تكون هذه المقاومة ليس كل الناس عسكريين وليس كلهم فنانين أكيد لكل شخص فينا سلوب معين في المقاومة وأنا كشخص أتذكر كنت مراهقا في الانتفاضة الأولى أو الثانية عفوا وحينما دخل الجيش الإسرائيلي على منطقتنا وقف القناصة مقابل بيتنا حضرتك من طول كرمسة نعم كانوا هم مقابلنا مقابل البيت ونحن اختبأنا في الغرفة الداخلية وبعد أن مضت ساعة بدأنا نشعر بالملل لأن الغرفة البعيدة عن أنظارهم لا يوجد فيها مطبخ ولا أي شيء ففكرت أن أخذ دور البطل وأن أزحف حتى المطبخ لأعمل شاي هذا الشيء الآن وأنا حضر للحلقة تذكرت أنه كيف الإنسان يحاول أن يصنع مقاومة ولكن على طريقتي الشيء الوحيد اللي بيديه هو أن أقاوم هذا الشعور بالخوف من خلال أن أقدم شيء ليش أنا حبيت أعمل الشاي بنفسي حتى أقدم أشعر بنوع من السيطرة على الواقع القدرة على البذل والعطاء لأنه في البذل والعطاء شفاء تشعر أنك قادر أن تكسر بعض قواعد اللعبة المفروضة وبالتالي قد تكون ابتسامة شخص في وجه المعتدي مقاومة عنيفة كل الصحف الإسرائيلية جن جنونها حينما رأوا إخوتنا في غزة على البحر وكانوا يقولون نحن في الملاجئ وشرد الناس من الشمال ومن غلاف غزة وهؤلاء على البحر سألت أحد الأشخاص من قطع غزة كيف تتعاملون مع الحرب فكان أحد الأجوبة أننا حينما نجد سبيلا إلى ذلك نذهب إلى البحر يعني يوجد أساليب كثيرة ممكن نتحدث عنها في الحلقة عن المقاومة ولكن لا نستقل حتى القدرة على الاستمتاع حتى الهروب من الواقع الذي يحاول أن يرانا فيه المحتل يريد أن يرانا مكتئبين نخرج مبتسمين أيضا أخ أو أخت من غزة قالت نحن نبتدع كثيرا من النكت في الحرب الضابط الإسرائيلي يطلب من أحدهم يقول له أخل البيت أنت وجارك فقال له اسمع أنا بحكيش مع جارك بدك إياه بتروح بتتصل فيه فهذا الشيء أنت ما تتوقعه أنا أتوقع أنها نكتة ولكن نكت كثيرا في تحدي المدني الأعزل في غزة لقرارات الضابط طبعا له القائد الإسرائيلي اللي دائما بيحاول يوجه السكان في قصص كثيرة كلها تبين أن هناك أساليب كثيرة للمقاومة قد تبدأ بصناعة الشاي وقد لا تنتهي في البعض الذي يحاول أن يكوي ملابسه بدلة القهوة يعني الخروج عن المعتاد عمل الشيء اللي يقاوم طبيعة الأشياء الوضع الطبيعي أنك تأخذ دلة قهوة اللي تعمل القهوة ولكن أن تسخنها لأن تكوي فهو مقاومة لطبيعة الأشياء والروتيني اللي أنت متعود علي لذلك قد يطول الحديث في أنواع المقاومة ولكن أظهرها علينا هو المقاومة العسكرية لأنها تحاكي قليلا من الألم الذي نعيشه تبشرنا بأنهم يألمون كمان ألم ونرجو ما لا يرجو هذا باختصار هذه المقاومة ده برضو نفس الفكرة اللي هتخلينا نفكر أنه كلمة المقاومة دايما بتستخدم فكرة المقاومة المسلحة أو المقاومة بالسلح لكن أي مفهوم المقاومة النفسية في ظل الحرب تحديدا أو الظروف الصعبة اللي هي أكبر صورها هي الحرب مفهوم المقاومة النفسية من خلال أو من منظور علم النفس هناك مرادفات كثيرة للمقاومة منها المرونة منها الصلابة النفسية لكن طالما نتحدث عن المقاومة فلنعتمد المقاومة النفسية المجتمع حينما يتعرض لأزمة وصدمة أو لحرب يستخدم آليات كثيرة من ضمنها الآليات العسكرية وهي شحيحة في فلسطين هناك المقاومة النفسية الموجودة تعتمد على أشياء كثيرة وخاصة في المجتمع الغزي والفلسطيني أولا تعتمد على الصمود الجمعي الخلاص في هذا المجتمع يعتمد على المجموعة وليس الفرد وهذا شيء هام جدا في النمومة بعد الحرب كثير من الناس يشعر أن الأمان لا يتحقق إلا من خلال المجموعة وهذه المجموعة ستكون عبارة عن استثمار في العلاقات الاجتماعية اللي بتكون تستاهل أنه يستثمر فيها فتجد الأشخاص في ظل الحرب بدأوا يتقربوا من بعضهم التواصل والتآصر والتكافل الاجتماعي زاد عندهم وبالمناسبة أخذ المعونة قد يساعدك على الصمود ولكن البذل والعطاء يساعدك أكثر في الزلزال في الهند يتزامن مع الزلزال في دولة أوروبية أو في أمريكا عملوا دراستين وجدوا أن الأشخاص الذين نجوا من زلزال الهند كانوا أقل تعرضا لكربما بعد الصدمة فلما درسوا هذا الشيء وجدوا أن هناك الأشخاص كان لهم دور في دعم وتقديم العون للناجين لكن الزلزال الآخر كان يعتمد على الإغاثات وعلى الدولة تتعرف في الهند يعني موارد الدولة تكون أضعف من الدول الأوروبية وبالتالي انخراط المجتمع في دعم بعض البعض يساعد دائما على التعافي يشعر الإنسان بالرضا يشعر الإنسان بالكفاءة يشعر بأنه كسر قيد العجز اللي يشعر فيه من هول الكارثة هذا نجده في غزة الآن حينما نشاهد التلفاز نشاهد الكل يهرع على أماكن القصف شوفه في الإعلام الإسرائيلي الكل يهرع إلى الملاجئ ولكن في غزة الكل ينظر هل هناك أحد؟ الكل يصيح في دفاع مدني خمس ست أشخاص بيكون ولكن خمسين ستين شخص هم من الأشخاص اللي بيحاولوا يساعدوا الدفاع المدني فهذه إحدى النقاط النقطة الثانية نعرف إحنا في شيء يسمونه التعلم الاجتماعي التعلم الاجتماعي هذه نظرية لباندورا العالم اللي عمل تجربة سموها دمية بوبي كما أذكر وكأعطى دمى وتعنف هذه الدمى ونظر إلى الأبناء فوجد الأبناء يعنفون الدمى كما فعل الكبار في غزة الدمية هذه دمية الحرب هم يعنفون الحرب هم يرون من آبائهم من قادتهم من الشخصيات الاعتبارية القدر على المقاومة فمن خلال التعليم الاجتماعي والتمثيل هم يقلدون هذا الشيء فتجد أنه هناك استعداد للمقاومة وقبول للمقاومة يعني الشخص في غزة لو نأتي على الأماكن المرفهة يفخر الشخص بعدد شهاداته بإنجازاته بأمواله لكن تجد في غزة يقول نحن قدمنا شهيد نحن لدينا كذا نحن قصف بيتنا وبالتالي القبول الاجتماعي المعادلة الجديدة هو ماذا قدمت وهذا يساعد في الصمود زائد المعنى يعني كل دول العالم ترى في غزة أنه هذه قلعة أخيرة للصمود إن سقطت سقطنا فهذا المعنى تجد الكثير يعني متشبثين بهذا المعنى لدينا معنى فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى هذه كانت يعني العبد الرحيم محمود شاعر فلسطيني هذه تختصر المعنى الشخص لديه معنى للحياة ومعنى للموت وبالتالي يكون عنده قدرة على الصمود والجانب الديني والروحي هذا شيء آخر في قضية غزة نحن نقرأ القرآن من الناحية المعرفية يحاول القرآن بناء المسلم من خلال تراتبية معينة يستطيع أن يكون الشخص لديه قدرة على التفكير المرن التفكير المرن بشكل مختصر هو أن الشخص يستطيع أن يحول الأزمة إلى فرصة يتعلم منها الحياة الصعبة إلى مدرسة عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ويجعل الله في خيراً كثيراً وغيرها من التعليمات الناس في غزة عاشوا هذه تربوا في مساجد في مدارس لقنتهم هذه المعلومات وبالتالي تجد أنه دائماً يرى أو جزء كبير منهم يرون أنهم في محنة وإنما يوفى الصابرون هاجرهم بغير حساب وبالتالي لديهم قدرة كبيرة على تحويل الألم إلى أمل إلى الحالة المعيشة هناك إلى استراتيجية أنا الضربة هذه لن تقتلني وإن قتلتني سأكون شهيداً وإن استطعت أن أخرج منها سأكون قوياً وبالتالي هنا هذه الأبعاد الخمسة التي تحدثنا عنها كلها أبعاد نمو الشخصية فتجد أن الكل يتحدث في الغرب عن كرب ما بعد الصدمة وتجد الباحثين في غزة يتحدثون عن النمو ما بعد الصدمة كيف أخرج من بين الركام من بين الرماد منتصراً رافعاً سبابة أو إشارة النصر حتى أحد الكتاب أو الأكاديميني الإسرائيليين قال أن ابن غزة يخرج برجل واحدة أو بيد واحدة إلى رجل وإذا خرج من بين الركام تجده يؤشر بإشارة النصر كان يلوم المجتمع الإسرائيلي على الهشاشة النفسية التي عنده لأنه مبنية على المادية وكان يتحدث لهم عن ابن غزة وبالتالي البعد الروحي والبعد الديني والبعد الاجتماعي الشخصية التي تعلمت من القدوة قدوة عائش نحن نقرأ عن سيرة العظماء لكن هم يعيشون معهم يعيشون في كنفهم في بيوتهم نحن نسمع الأساطير هم يعيشونها في مقولة كمان تذكرتها لأنيس منصور بيحكي فيها أن الضحك معدي هل ممكن كمان نشوف المقاومة بيعتبرها سلوك معدي بتنتقل في حيز المكان جوة المجتمع من شخص للتاني وكمان يعني إزاي المجتمع الفلسطيني بيورثها من جيل لجيل احنا تحدثنا عن المقاومة بكونها حتمية وكما قلت سابقا في داخل في أعماق كل إنسان حر مقاوم يحتاج فقط الظرف والزمان والآلية لكي يخرج وبالتالي إذا كانت ضحك معديا فالمقاومة كيف تكون معدية أولا معروف أن الفرد عادة ينصهر في المجموع وهناك دراسات كثيرة تتحدث عن كيف يغير الشخص رأيه فقط لرأي المجموع يعني في دراسة آش للتماثل أو بيأتي بخطوط متماثلة ويسأل المتطوعين كلهم يدعوا أن الخط الأول أطول من الخط الثاني ثم يسأل أشخاص فهؤلاء يتبعوا المجموعة يقولوا آه نعم هذا الخط الأول أطول ولكن هي الخطوط متساوية وبالتالي تأثير المجموعة عادة معدي الشخص حتى يشعر بالأمان والانتماء عادة قد يشعر بنوع من التحول المعرفي باتجاه المجموعة إذا كان لديك في المجتمع الغزي المقاومة هي من طابوغ كما يسمى المقاومة خط أحمر لا تستطيع أن تمسها بالتالي يحصل هناك إجماع مجتمعي على هذه الجزئية بغض النظر عن شكل المقاومة ده بيكون صورة عندنا عامة عن المقاومة بيعتبرها شعور بالرفض وعدم التماهي مع أي مسبب للضغط أو أي تحدي الإنسان بيعيشه خاصة في نموذج غزة هو المحتل سواء بأنه يرفض حياته أو أنه يحافظ على الأشياء البسيطة جداً اللي بتمثل هويته وذاكرته ده بياخدنا لفكرة الفلسطينيين في الشتات هم خارج الأرض ولكن يحملوا معهم هويتهم وإرثهم من الزكريات وشعرهم بأنه هم هيرجعوا للوطن مفهوم المقاومة بالنسبة لهم أحياناً بيتعدى على فكرة الخروج في مظاهرات مثلاً أنا بشوف بعض الأصدقاء بيحتفظوا في بيتهم ببعض الأشياء اللي من فلسطين حتى مثلاً أنه لازم يأكلوا زيت زيتون جاي من الضفة أو شيء مفهوم المقاومة عندهم هل هم بيكونوا مدركين أن هم بهذا الشكل بيقوموا ولا هو شيء فطري داخلي بيعملوا بدون وعي؟ هو ربما هذا يتعلق بالانتماء أكثر حاولت السردية الصهيونية أن تسلب كل شيء يعني إحنا أسقى أكلاتنا الفلافل والحمص تجد أنهم يدعوا أنه أكلتهم الزيت تسموه زيت إسرائيلي أصيل من مستوطنات الضفة هذه كلها رموز للانتماء الإنسان ربما يمكن أن نشبهه بشجرة هذه الشجرة جذورها تكون في أرضه الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طين وكأنه زرع فيه هذا الشخص الذي يعني بناه من هذا الطين فتجد دائما أنه يشعر أنه بلا جذور ما دام هناك بعد بينه وبين المكان الذي ينتمي إليه في علم النفس لدينا أسلوبين أو أسلوبان من التواصل مع الأشياء إما أن تكون ذهنية ورمزية وإما أن تكون مادية الشخص اللي ما زال في فلسطين هو مرتبط متجذر بتجذر الزيتون هناك ولكن اللي في خارج فلسطين تجد أنه حمل الرموز سي الشخص اللي بيكون توفى والده ولكنه خلده في ذهنه خلد له صور صور الأب المحب الأب اللي يتمنى أن أكون أكبر وأصبح يعني ناجحا فتجد أنه يبدأ يحقق أمان الأب لأنه رسم صورته الرمزية والذهنية داخله الفلسطيني في الخارج المقاوم أو المنتمي تجد أنه يحاول أن يخلد هذا الارتباط من خلال الرمزية الرمزية خاصة على الأشياء التي حاول الإسرائيل أن يحولها باتجاه مثل الزيتون الأكلات الفلسطينية وحتى حتى في طب الكوارث أنا دائما كنت بعض الناس أحكي لهم أنه دور على الأكل اللي مشهورة في هذه المنطقة الناس ستجتمع يعني ورح ترتبط فيك أكثر لأنك ستجد أنك تتحدث لغتهم طبعا حتى بعض الناس لموني في أحد المحاضرات أنه وقت هلأ المقلوب والمنسف هذا أسلوب تواصل بالتالي الفلسطيني دائما يجد أدوات للتواصل تعرف الفلسطيني إذا أراد أن يذهب إلى فلسطين يمر من ثلاث حواجز يدخل على حدود الأردنية ثم الإسرائيلية ثم الفلسطينية والأمر معقد وبالتالي هذه الحواجز يكسرها كلها في ذهنه ويبقى مرتبط فيه ارتباط يعني وثيق ولكن من خلال الرمزية اللي تعلمها من والده علمها لأولاده ورح يتعلمها أيضا أحفاده وأحفاد أحفاده تقريبا خريطة فلسطيني الكاملة موجودة في كل البيوت الفلسطينية في الخارج بس حضرتك على المستوى الشخصي إيه الرمزية اللي حافظ عليها حاليا في تركيا يعني في اسطنبول بتمثلك فلسطين طبعا في مناهج غيرات ووضعت خريطة الضفة الغربية وغزة ولكن في ذهن الفلسطيني هناك هناك مثلث يعني تحدث عنه تميم في شعره فعلا هذا المثلث جميل لا تستطيع أن تتخيل خارطة فلسطين بدون الفترة الأخيرة أحد الرمزيات اللي بنعيشها هي رمزية المقاطع ونشرها لأبنائه لما تشوف ابنك مثلا بيقاطع وبيدور بالعكس بيزعل لأنك أنت ما أخذ شي ما بتعرف أنه دخل على قائمات المقاطعة تجد أنه لا أنا بدأت أورث جزء من القضية جزء من الشيء من الهم هذه المرحلة ولكن لا يوجد فترة من الفترات لم يكن فيها رمز حتى لما كنت أكون ساكن في سكن طلابي في أكثر من شخص في الغرفة كان لازم يكون شيء للفلسطيني في الغرفة تجد إما علم فلسطين في الغرفة إما تجد الخارطة أو شجرة زيتون لي صديق لديه بيت طبعا واسع في دولة أوروبية استحضر من فلسطين شجرة في دولة أوروبية وزرعها هذا كله يعني هو محاولة أنه الشخص يرتبط ارتباط بالضبط زي اللي بتوفى والده فيحتفظ بنظارته تتعرف حتى في بعد إعدام عمر المختار تجد أنه طفل أخذ النظارة هذه النظارة هي رمز للمقاومة هنا سقطت النظارة فأخذها الطفل هذه النظارة ربما هي رمز كان للطفل أريد أن أرى العالم من منظار جدي وهذا الشيء اللي يخلى الشعب اللي بالآن حر ويرفض الظلم أنه هو استطاع أن ينقل النموذج ينقل القصة وينقل شيء يذكر بهذا القصة نحن هذا اللي دائما بنحاوله ناخذ نظارة من نظاراتنا اللي تركوها إلنا أجدادنا وأباءنا من خلال الرواية من خلال الرمز وده كمان باعتباره شكل أشكال المقاومة هو رفض النسيان أو رفض الانقطاع الصلع بالأرض أنا حب أكتر أن أستفيد في فكرة في نمازج الصمود ونمازج المقاومة والحقيقة أول حاجة بتخطر في بالي حاليا رمزية عليها إشكال كبير فكرة المقاومة من خلال الإنجاب أنه الصمود الديمجرافي يعني فكرة أنه يحفظوا الفلسطينيين على إنجاب أجيال جديدة في رغم الحرب تقريبا فيه 80 ألف امرأة حامل يعني لم تخني ذاكرة حاليا في الحرب في السنة اللي فاتت فيه يعني آلاف الحالات الإجهاد ومع ذلك فيه استمرار في الإنجاب في ظل هذه الحروق الظروف والخيام بيكون صعب بتخيلها وبيكون فيه أسئلة كتير هل يعني شيء مجدي ولا لا بس واضح أنه جوه الأرض هما شايفينه شكل أشكال مقاومة فده ازاي تفسيره من منظور علم النفس انت بس ذكرتيني في مقولة للشيخ القرضاوي كان يقول أنه الإسرائيلي عنده قنبلة ذرية والفلسطيني عنده قنبلة ذرية الفكرة هنا يعني لو حاولنا نحللها من منظور علم النفس منظور علم النفس فيه فيه أكثر من رأيه ولكن أحد الأراء أنه يشبه الإبن أو البنت طبعا بامتداد للشخص الامتداد النفسي يعني كالتالي أنا مثلا كشخص منعتنا ظروف أن أدرس تجدني أحد أحلامي أنجي بشخص أبيع أرضي أأجر بيتي وأدرس فأحقق ما لم أستطع أن أحققه الآن الفلسطيني في غزة بشكل واعي أو غير واعي هو يحلم بحياة تكون على أرضه يستطيع فيها أن يقرر مصيره أن يصلي متى أراد في القدس أن يزور المهد أن يدور في أزقة غزة أن يخرج إلى البحر دون ما خوف هذه حقوق بالنسبة المواطن العالمي هي موجودة كأحلام عند ابن غزة فتجد هذا الشخص في غزة ينجب هؤلاء الأطفال ويحملهم هذه المسؤولية مسؤولية أن تحققوا الحلو هذا من الناحية النفسية النقطة الثانية هي فكرة المقاومة الإنسان إذا شعر أن هناك حدود لعمره يحاول أن يراكم الأعمار يجد أنه أنا أستطيع أن أقاوم أستطيع أن أعمل لكن ماذا لو كان لدي خمس أبناء ولسه أكثر وبالتالي أراكم العمر الذي أستطيع أن أحقق فيه الأشياء التي أريد أن أحققها كما قلنا المقاومة هو أن تفعل شيء غير المعتاد قد يكون المقاومة أن يعني أعطيك مثال بسيط أنا سألت أحد الأشخاص في غزة وأنا أحضر للبودكاست أنه ما عندكم حد مثلا أخبروه في النزوح وقال لا أنا بدون ما أخلص راسي الأرقيل اللي مش أطلع فأحكولي والله عملوها فأنت تعرف شو معنى أنه أنا عندي أرقيل الآن هذه مقاومة وإن كانت يعني إحنا مش مع الأرقيلة ولكن في رمزية للكلمات في رمزية للقصص أنه أطلع بس بمزاقي أرى إخواننا فمص أطلع أوكي يعني في نزوح ولكن لا بس أخلص المتعة اللي عندي هذا بسميها مقاومة هو ما قاتل بلسانه ما قاتل قاتل بقلبه أنه أنا لن أقبل أن تفرض علي أشياء وهذا بيقودنا لشيء بسمه الحرية الداخلية قد تكون أنت مربوط من الخارج بإجراءات يعني سيدنا بلال لما كان يعذب والطر إلا أن يقول هبل فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يلوم حتى نفهم المقاومة لا نريد أن نثقل على أهلنا في غزة قال إن عادوا فعود طالما قلبك بما معناه مطمئن بالإيمان فمن داخلك أحيانا تكون حر يكفي يكفي أن لا تحاول أن تبرر الظلم أن لا تتحد مع المعتدل معظم الدراسات اللي درسناها هي دراسات خنوع تجد تعرفي الكل يتحدث مثلا عن تجربة ستانفورد صحيح ستانفورد هذه يعني هي التجربة في ذاتها بيّنت كيف الناس أنه ينساقون إلى الظلم وإلى الأدوار الاجتماعية يعني ممكن نشرحها للي كمان ما يعرفش التجربة بتحكي عن إيه في تجربتين ربما لما نراجعهم نفهم شو معنى إنه في ناس تقاوم وفي ناس تكون خاضعة وخانعة التجربة الأولى هي تجربة ستانفورد جاء عالم وعمل تجربة وهذا التجربة كان فيها ككل التجارب النفسية أو بعضها فيها من يكون ممثلا متواطئ مع صاحب التجربة وفيه أشخاص أشخاصهم مش عارفين فقسم الأشخاص إلى سجانين و ومسجونين وبعد فترة وجد أن كثير من السجانين بدأوا يتعاملوا بمنطق السجان الظالم المتهد اللي بحط قوانين تعسفية ووجدوا أن معظم المسجونين قد خنعوا رغم إنه عارف إنه أنا مش في سجن وإنه أنا في تجربة إلا أنه خضع للسلطة وخنع له لكن كان هناك من حاول أن ينطفض وأن يقاوم هذا الذل ويقاوم القوانين طبعا بعد فترة تم إيقاف التجربة لأن التجربة كان إلها ضغط نفسي كبير الضغط النفسي في هذه التجربة جاي من النظرية التنافر المعرفي يعني إذا كنت أنت من داخلك تكره هذا السجان ولكن تجد أنه يجب أن تطيعه أمامك أمرا إما أن تقاوم السجان وأما أن تعيش قلقا داخليا وتوترا نفسيا بسبب أنك لا تعيش معتقداتك ومن هنا يعني بذكر دائما كن أنت لجلال الدين الرومي مولانا جلال الدين يقول يعني إما أن تكون كما أنت أو تكون كما تفعل بينفعش أنك تتصرف بأسلوب وأنك تفكر بأسلوب أيضا عندنا تجربة اسمها ميل جرام ميل جرام كان عنده طلاب وأستاذ والطالب هذا وفي عندك باحثين طبعا الطالب يتعلم كلمات وإن أخطأ يتم إعطاؤه كهرباء سعقة كهربائية كان يطلب المدير اللي هو ممثل والطالب أيضا للموجود تحت التعذيب هذا ممثل كان يطلب منه أنه يرفع الجرعة السعقة في كل خطأ فوجدوا 65% من الأشخاص اللي دخلوا هذه التجربة رغم صيحات وأنات المصعوقين بالكهرباء كانوا يرفعوا الجرعة حتى وصلوا 450 فولت أكثر من 220 فولت أتوقع الكهرباء اللي لدينا في البيت اللي ممكن تصعقنا فرغم أنه بيعرف أنه الشخص بيتألم لكن وجدنا 65% من الناس هما مستعدين أن يطيعوا طاعة عمياء للظالم لكن واحد زي جاي من فلسطين أول شيء بيدور عليه في هذه التجربة يوم تعلمتها 35% شو تربيتهم شو تكوينهم من نفسي وفعلا وجدنا أنه فيه هناك دراسات تسموها يعني إعادة إعادة دراسة وتشوف الأشخاص اللي بيرفضوا شو تكوينهم من نفسي وهذا يعني مجال مهم 35% إحنا عندنا عالم فيه 6 مليارات وعندنا فيه غزة فيها مليونين لما نتحدث عن نسبة 35% بصراحة أنا تسعدني لأنه إحنا في القرآن نفسه حينما نتحدث عن الظلم وعن العدل دائما نتحدث عن الأشياء الإيجابية بقليل ما هم فمش صح إنه إحنا يعني نستسلم لأنه معظم الناس رح يروحوا على جانب الطاعة لأ ماهو فيه 35% ممكن يقلبوا المعادلة ممكن يصنعوا جوه زي اللي صنعوا في غزة يرفض الظلم يرفض الخنوع وبالتالي الـ 65% الذين خنعوا للظلم يخنعوا للطاعة وللعدل هؤلاء الأشخاص هم اللي 35% اللي رفضوا وخرجوا من التجربة ورفضوا أن يرفعوا جرعة الصعقة الكهربائية هؤلاء هم المقاومين شكل عام يعني تعالي على الأشخاص في غزة وقارنيهم بهؤلاء الأشخاص تجد أن السمات الشخصية عند هؤلاء وهؤلاء هي متطابة وهذا ممكن نحن نحلل من الفيديوهات اللي بنحضرها ونشاهدها على القنوات التلفاز لما نشوف في قصف في مكان ردت فعل الناس حديثهم تفسيرهم للحدث كله بيأكدنا أنه بنية الناس اللي بتقاوم في غزة وبتقاوم حتى خارج غزة هي قريبة للخمسة وثلاثين اللي رفضوا أن يكونوا خرافا عمياء يطيعون السلطة أينما كان ده الدراسة الخمسة وثلاثين في المية وصلت لإيه المعايير اللي بتخلي هؤلاء الأشخاص يقوموا أو يرفضوا الانصياع والطاع الأشخاص عادة هؤلاء بيكون عندهم تطور أخلاقي عالي شو معنى تطور أخلاقي عالي معظم الناس بيعرفوا هرم ماسلو للحاجات وأنه الحاجات الأساسية عند الإنسان تبدأ بالأمن بالغذاء بالجنس وآخرها تحقيق الذات والتسامي أيضا هرم الأخلاق كالتالي الإنسان حينما يبدأ يتطور تكون معاييره الأخلاقية وهو طفل تبدأ بأولا الخوف من العقاب وطلب الثواب يعني هو ما عنده مبادئ معينة ثم تزداد يعني تبدأ تتطور هذه البنية لكن في مرحلة ما من العمر يبدأ الشخص يعرف القوانين يسموها المرحلة التقليدية التي تكلمنا عنها المرحلة قبل التقليدية يصبح هذا الشخص ينظر إلى القواعد القوانين يلتزم بالقواعد هذا يسموها المرحلة التقليدية الأولى والثانية اللي بعدها يبدأ الشخص يرى أن القوانين والقواعد كلها في خدمة الإنسان والعدل فلو كان هناك قوانين ظالمة يرفضها لو كان هناك نظام ظالم يرفضه وهذه المرحلة الخامسة وهناك المعايير اللي قد تسمى كونية أو عالمية ومعايير أخرى تكون للشخص نفسه يعني الشخص يصبح بنفسه هو صاحب فكر فريد لديه قضايا فريدة طبعا للأسف 15% فقط من الأشخاص هم يتعدوا المرحلة الرابعة في التطور يعني المرحلة الخامسة والسادسة فيها 15 أو 16 كما يقول كولبيرغ صاحب هذه النظرية والكتاب ما تبقى من الأشخاص إما هم أشخاص من النوع اللي ملتزم بالقوانين ويحاول ينفذها بدون أي شعور بالمسؤولية الفردية وهذه مهمة جدا لأننا في الإسلام عندنا اهتمام في الجماعة يضل الله مع الجماعة ولكن في نفس الوقت كل آت الرحمن فردة يعني عندك مسؤولية الفردية وما قبلها الانتهازية والثواب والعقاب والمنفع يعني جزء أيضا من الناس هو ما زال عايش على أنه أنا هذا النظام بيفيدني بتعامل معه يثيبني يعاقبني وبالتالي ما عنده أصلا بنية أخلاقية ما عنده مثل عليا الأشخاص الخمس وثلاثين على الأقل جزء كبير منهم في المرحلة الخامسة والسادسة المرحلة فوق التقليدية المرحلة الأخلاقية العليا أو اللي قبلها على الأقل لديهم انضباط مجتمعي لديهم اهتمام بالقوانين بالدستور بغير ذلك من الأشياء طيب علشان الفكرة تكوننا واضحة أكتر والهرم الأخلاقي ممكن نشرحه بمثال مثلا يعني مثال من حياتنا اليومية مثلا نلتزم بقى بإشارة مرور أو السرقة أو أي مكان للطفل أنه بيلتزم بالثواب والعقاب بيعمل الشيء عشان مكافأة وبيرفضها عشان العقاب المرحلة اللي بعد كده هو مش ضروري يكون طفل ممكن واحد عمره خمسين سنة يكون يعمل شيء لكن تربية خلينا نسميه عمره الأخلاقي يمكن يكون في المرحلة دي فهو شخص في المرحلة الأولى اللي هي تتكون من قسمين هذا ينظر إلى نتيجة الفعل هل إذا أنا أذيت فلان سأعاقب أم لا فإن أمنت العقاب أسأت الأدب المرحلة اللي بعدها ينظر هل القانون يسمح لي أن أعاقب ولا لا فإذا كان القانون مثلا عنصري زي في إسرائيل فتستطيع بكل بساطة أي سيارة إسرائيلية تستطيع أن تقف في أي شارع فلسطيني ولا يستطيع الشرط الفلسطيني أن يسألوا من أين أنت فقط لأنه عنده نمرة صفرة فالشخص الإسرائيلي اللي في المرحلة الثانية ينظر هل في مناطق ألف مسموح لي أنا أركن السيارة وإنما بدي أوكي بروح بأنركنا فهو بيلتزم بالقانون مش بالمبدأ بالقانون المرحلة الأعلى منها هو أن أنظر هذا القانون جاء لخدمة الإنسان ولرعايته وللحفاظ على كرامته فإن كان القانون مثلا قانون هذه الدولة العنصرية ضد الشخص الفلسطيني أو ضد حقوقه تجد ناشط سلام مثلا جي يقول لا هذا أخي إنسان صح إحنا ثقافتنا مختلفة ولكن هذا القانون ظالم له والعكس صحيح وموجود هذا في ديننا في مبدأ مقاصد الشريعة تجد حفظ الأنفس أحيانا أنت لازم أنك تقترف ذنب تشرب يعني تأكل الميتة أو تشرب الخمر بمقابل أنه أنت تحافظ على نفسك أو تقدم هذا الشيء لشخص في الصحراء يحافظ على نفسه وبالتالي هنا تجد لا أنه الأشخاص اللي وصلوا لهذه المرحلة وما مش أكثر من 15% إلى 16% فالفئة اللي عندها قابلية المقاومة والرفض هي الفئة اللي عندها معاييرها الأخلاقية وقدرة أن هي تبص للقانون أو للوضع وتقيمه هل هو موافق مع أخلاقيتها أو لا أو مع قيمها ومرجعيتها هذا جزء من الإجابة الجزء الآخر هم هؤلاء الأشخاص صعب أن يكبلوا يعني يعرف قيمته الذاتية يعرف نقاط ضعفه متى يقول هبال كبلال ولكن يبقى قلبه مطمئن بالإيمان متى يفكر بشكل استراتيجي أنه للباطل جولة ولكن للحق جولة قادمة لديه قدرة على التعاطف الشديد استطيع أن يتعاطف مع الكل في دراسات في الغرب كانت دراسات العيون الزرقاء والبنية يعني جاءت معلمة وقسمت القسم لنصفين النصف أنتو ذوي العيون الزرقاء لكم حقوق ومميزات أنتو ذوي العيون البنية ملكمش فوجدوا أنه جزء كبير منهم بيتنمروا وجزء كبير من أصحاب العيون البنية بيتقبلوا طبعا من ضمن الاستنتاجات أن الأشخاص الذوي العيون الزرقاء كانوا يتعاطفوا فيما بينهم وذوي العيون البنية جزء من التعاطف فيما بينهم فوجدوا أنه يوجد صعوبة بالغة بالنسبة للتعاطف بين الأقوام المختلفين لكن هذا الشيء لا تجدي مثلا في الثقافة الإسلامية لا تجدي في الروح العادلة أنه دائما أنت تنظر إلى الطرف الآخر بأن إنسان عنده كرامة إن كان في صومعته لا تؤذيه إن كان طفلا حتى الحجر حتى الشجر كرامته مصانة بالتالي هنا من الأشياء الهامة جدا أنه هل هذا الشخص وصل إلى درجة أخلاقية ينظر إلى الإنسان بأنه بناء الله يجب أن أحافظ عليه وإن اختلفت معه أقول لا أنا في عندي قوانين باتتبعها إذا القوانين تمنعني أن أقتل الفلسطيني لا أقتله أو عدو لا أقتله هذه أحد الأشياء الأخرى أيضا للإيجابية عند هؤلاء الأشخاص يجد أنه وأول ما بدأت أقرأ في علم النفس تذكرت في نظرية معروفة يسمى العجز المقتسب وأن تجعل الناس أو القطيع يؤمن أنه عاجز فتستطيع أن تتحكم به هذا الشيء دائما للاستعمار بحاوله معنا أول ما قرأت عن هذه النظرية تذكرت الخراث في كثير من المدن التركية تجد أنه هناك راعي واحد أمام آلاف الخراث فكنت أقول ماذا لو خطر لكل فرد في القطيع أن يذهب بدرجة 360 درجة يستطيع الراعي فقط إيش؟ أنه يقبض على واحد إذا استطاع لكن الراعي مع مع سياسة هذا القطيع علمهم أنه ما في مجال تهرب وإذا بتهرب ما سكته لو كان عندها هذا القطيع جزء لديه ما للإنسان من كرامة ومن تقرير للمصير لزرعوا هذه الفكرة أننا لسنا عاجزين كما يدعي هذا الراعي هذا الشخص عادة يحاول الراعي أو هذا الخروف يحاول أن يذبحه حتى يثبت للجميع شوف ليرفع راسه أنا أقطف الاحتلال عادة يعاملنا بهذا الشكل وبالتالي الأشخاص الذين يعرفون أنهم ليسوا عاجزين كما يظن الآخر أن لديهم قوة داخلية كامنة ممكن أن تغير أجيال هؤلاء هم يخرجوا للمقاومة وعادة هم من يلهموا باقي القطيع أنه أنت لست عاجز والدليل نتفضل أنه إحنا أعطيناك النموذج هذا الراعي يوهمك أن لديه قوة وهنا ممكن نتحدث عن الردع من المفهوم النفسي الردع هو ببساطة أن يشعر الطرف الآخر بالعجز فإذا استطاع أن الطرف الآخر أو أسيرك إذا حينما يشعر أنه أنت تتحكم بحياته ليس هناك أي داعي أن تغلق الباب لأنه لن يخرج وهي هذه التجربة بدأت بالتالي كان أحد الفلاسفة يربط ثورا وهذا الثور خلاص تعلم أنه ما فيه مفر فمن يوم من الأيام نسي أنه يربطه ما قيده رجع ثاني يوم وجدت الثور في مكانه فاكتشف أنه لا الذي يقيد هذا الثور أو هذا الحيوان هو قيد في عقله وليس في رجله وهذا ما يقيد شعوبنا ليست الصواريخ وليست القوة العسكرية ولا القيد الذي يقيد شعوبنا عادة أنها تشعر أنها وحيدة مقابل هذا العجز وأنها ليس لديها قبل بالعدو الموجود ولكن العدو هو كما قيل فيه كثيرا أوهن من بيت العنكبوت لدرجة أنه أخرج أحيانا متحدثون باسم الجيش الإسرائيلي يقولون أنتم قلتم عننا نحن أوهن من بيت العنكبوت انظر كيف قتلنا فلان انظر يعني تؤلمهم هذه المقولة لأنه فعلا هي بالضبط التي تخفف قدرتهم على السيطرة على المجموع الفلسطيني والأمة أمة المليار ونصف وده اللي بنفهمه من استراتيجيات إسرائيل والدعاية الإعلامية أو البروباجندا باعتبرهم أنهما الجيش الذي لا يقهر وأنهما محدش يقدر عليهم ومن ناحية التانية اللي بتعمله المقاومة في تشويه هذه الصورة أنه طول الوقت بتضرب في بعض المناطق اللي بتفاجئهم وبتوصل شعور للفلسطينيين نفسهم وللناس في الخارج أنه لا هذا الجيش الذي لا يقهر يعني قابل للانكسار وحتى ولو على المستوى الصغير بالضبط إحنا كما قلنا أنه الهزيمة الهزيمة هي هزيمة داخلية وليست خارجية لا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تتحكم بملايين الناس إلا من خلال البروباجندا توهم هؤلاء الناس أنه كلهم تحت السيطرة وهناك من هو أقرب إليهم من حبل الوريد هناك التجسس وهناك الصواريخ أنا وأنا صغير كنا يعني يمكن بشكل بريء نتناقل رواية أن صاروخ إسرائيلي واحد هذه كل الجبال يهدها لا أعرف من أين أتت هذه رأينا الحروب الإسرائيلية رأيناها كيف تستخدم كل ما في مخازن الناتو في إسرائيل وكل العتاد الأمريكي ولا تستطيع أن تقضي على حركة مقاومة بداية ما زالت تستخدم الوسائل البداية وبالتالي هون فكرة الجيش الذي لا يقهر هي بروبوغاندا أكثر من ما هي فخر هي تعتمد على نظرية أنك أنت حينما تريد أن تتحكم بشخص تلعب على وتر الخوف لأنه ما صلو لما تحدث عن الحاجات الإنسانية تحدث في رأس الهرم عن تحقيق الذات عن الاستقلالية عن النجاح لكن أهم أهم الحاجات التي يجب أن تزعزعها في الشخص حتى تتحكم فيه هو الأمان فهم دائما يحاولوا أن يضربوا شعور أعدائهم بالأمان حتى يسيطروا عليه فيه حتى سكيتش سوري اسمه سوسو السفاح لما حدا بيكتشف هذا الشيء بيرجع نفس الشخص بيوهم الناس لا أنه أنتوا تعالوا لما شفت هذا سكيتش شبهته بالأذرع الأنظمة الظالمة اللي عندنا اللي بتشتغل لصالح الاحتلال يعني الاحتلال هو عبارة عن سوسو السفاح اللي عم بشغل عدد كبير من الأنظمة الوظيفية اللي عندنا في قمع المقاومة وقمع أفكارها ونشر البروباغاندا ونشر الذباب الإلكتروني في السوشيل ميديا نشر الهزيمة تغيير مناهجنا بناحية أنه شو اللي بتكون يطلعوا على الغرب ووصل للفضاء الغرب عمل كذا دائما في عندنا سردية للهزيمة بيحاول الكل يزرعها بيجي شاب عمره عشرين سنة من مخيمات اللجوء بيكسر هذا المعادلة كلها وبيقاوم حتى الشهادة الناس المجد اللي ما كتبوه في خمسين سنة وفي سبعين سنة من عمرهم تجد هذا الشخص خلاص كتبه هذه الانتفاضة اللي بتكون داخل هذا الشخص هي بتكسر هذا المارد اللي هو سمه لا يقار ولا يمكن مش بس كسر ولا يمكن مقاومة وهذا ما يخاف منه الاحتلال أنه تكسر هذه الصورة التي تحقق العجز المكتسب عند شعوبنا وعند أمتنا انتقالة للحديث عن شعوبنا وأمتنا وإحنا كأشخاص المفترض أن إحنا مش فقط متضامنين وإنما جزء وفاعلين من مسئوليتنا تجاه فلسطين لكن شعور العجز اللي مسيطر على كل الشعوب العربية والإسلامية أعتقد أنه حينطبق علينا مفهوم الرضع أن إحنا وقعين حاليا تحت شعور الرضع أن إحنا ما عندناش قدرة على المقاومة ومهما عملنا ما بيأثرش يعني فعلنا لا يؤثر في تغيير المعادلة الحالية إسرائيل وغزة ده بتشوفوا إزاي بيأثر على المدى البعيد على شعورنا النفسي وشعورنا بإن إحنا مقهورين فيكتور فرانكل في كتابه الإنسان يبحث عن معنى بيّن بعض السلوكيات اللي بيتبعها السجناء جزء منهم كان عنده طاعة عمياء للسجان جزء منهم كان عنده أنانية بحث عن الخلاص الفردي لكن جزء منهم كان دائما يبحث عن معنى ويحاول يحقق نوع من الحرية الداخلية فكان هو يستغرب من النكات والمزح اللي كان يسمعه بعض الحركات الموجودة كنت من شوية بتحكي على فكرة الحرية الداخلية وأنا يعني بيرن في زهني دلوقتي المقولة شفتها كتير جدا على السوشال ميديا الناس في فلسطين أحرار أكتر مننا في الدول العربية وعندهم قدرة أن هما يتخذوا موقف ويعملوا بعض الأشياء أتذكر كمان في مصر بعد 2013 والرفض الانقلاب العسكري كانت في محاولات للتظاهرات ولما الناس فقدت الأمل في التظاهرات بسبب العنف اللي مبالغ فيه يعني عملوا مرة دعوة على السوشال ميديا للناس تطلع فيه ساعة معينة في يوم معين في البلكونات ويخبطوا على أي حاجة معدن فكرة التخبيط أن تسمع جارك بيخبط في نفس الوقت بيشعرك أنك مش لوحدك وبيدي شوية شعور بالطمأنينة وذكرتني بفكرة أنه أنت لو مش بتقاوم فأنت عندك قلق وجودي ومعرفي داخلي فمعناها شخص اللي مش بيقاوم حتى على أقل المستويات هو مش هيبقى قادر أن يعيش بش سعيد أو على الأقل مكتئب يعني الفكرة هي مربوطة بشغلتين الشغلة الأولى التي تكلمنا عنها العدوة العدوة هون مربوطة بأنه أنا مش وحدي أنا مش عاجز لما أنت تسمع حد بيقرع على فكرة تعرفي لعبة الدومينو أكيد في أول شخص قرع الطنجرة أو الشيء المعدني في بلكونة معينة فحفز اللي بجنبه هذا هو الشخص القائد هذا الشخص هو اللي خرج من القطيع وقال لا لا يعني إحنا مش عاجزين هذا مهم جدا مشان هيك يعني حتى حديث في كل مئة ناقة راحلة الأشخاص اللي بيكونهم العامل المحفز أو الأنزيم في التفاعل الكيميائي اللي بيحفز الأشخاص الموجودين وحاضرين للنهوض النقطة الثانية التنافر المعرفي مهم جدا لكن في سببين أو في نتيجتين النتيجة الأولى بعض الناس يغير معارفه تجد أنه يحمل الضحية كل الجرائم وبالتالي ما في داع أنه أنت تدخل يعني الأشخاص اللي عملوا كده هم إرهابيين هم بزعزعوا المجتمع عندهم أجندة خارجية بيستغلوا كده فأنت بتكون أرحت نفسك من عناء مقاومة الظلم وبدأت تفكر مثلهم لكن بعد خمس سنوات وعشر سنوات من اللي حدف هؤلاء الأشخاص أمام استحقاقات أخرى أنت خرجت ورقصت وعملت في الشوارع شو الآن ما الذي حصلت عليه حصلت على اقتصاد نهار أكثر على فقر مدقع على نظام سياسي أسوأ مما كان صرت تترحم على الأيام الماضية وبالتالي هذه الناس اللي عاشت هذا الشيء لا تظن سبحان الله أنه يكون مطمئن من داخل يعني سيكون الكمد والكآبة ملاحقت يعني في أحد الأشخاص سألني عن واحد كان عارف أنه كان في منظمة إرهابية وقتل ناس قال سألته سؤال هل تنام وأنت مرتاح قال له لا قال له من سنوات فما تفكر أنه الإنسان بريح نفسه لفترة ما أو بخدرها بتغيير معرفي يبرر له القبول بالظلم لأنه هذا الجزء اللي في داخلك إذا كان عنده ضمير اللي هو ضد الظلم رح يظلوا يأركوا وهنا بيجينا القلق الداخلي أو القلق اللي يستيقظ طبعا مشان هيك نجد أنه كثير من الناس لما تكون مثلا تكون تدعم نظام استبدادي تخرج من البلد تنتهي مصالحها مخاوفها مع هذا الشخص تجدها غيرت أفكارها ما هي ما غيرت هي فقط الأفكار اللي كانت عاملها كبت و بدأت تخرج للسطح مشان هيك دائماً إحنا بنقول إنه المقدار من القمع الموجود بيظل موجود لفترة لما بييجي شخص بيثبت للناس إنه لأ بإمكانكم الثورة تطلع الثورات مفيش أي ديكتاتور في العالم ممكن يستمر نظامه حتى لأنه هو يعني بيستخدم سلاسل الخوف الإرهاب فقط لتقييد المارد اللي في الإنسان هذا المارد هو عبارة عن الحرية الداخلية كتابة بعض يعني إخواننا المصريين مثلاً بيكونوا يلوموا أو بيستخدموا المزح على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه لكن هذا نفسه تجد من أشخاص قبل عشر سنوات كان لديهم سردية مختلفة لكن للآن وجد إنه لا أنا مش رح أقدر أظل يعيش كشخص آخر بفكر آخر وكأني كما يسمى في الإنجليزي آزف ما بيقدر الإنسان يعيش وكأنه لازم يعبر عن ذاته يعبر عن أفكاره عن قناعاته وهذا الإطار عادة المقاوم بيجي بيفتح لك قضل إحكي اللي بدك تحكي إحنا قدمنا أرواحنا ممكن نتقدم الكلمة وهذا التحدي الحقيقي اللي بتضع الجماعات المقاومة عند الإنسان اللي يعتبر أعزل أو مسالم هو بيحطنا في أزمة شوية أنه يعني في ناس بتضحي أشياء كتير جدا جدا في سبيل أضايا معينة وفي ناس مؤمنة بأن أبسط الأشياء زي مثلا تذكرتش هذا قرأتها لأحد قدر الفلسطينيين بيحكي ذكرياته اعتقاله أنه هو علم المساجين اللي معاي يغنوا فبقوا بيتفقوا في وقت معين يتجمعوا كلهم ويغنوا في الزنازين كلها فده كان بيبقى مزعج جدا للجنود الإسرائيليين وكانوا بيشعروا بالانتصار وبيشعروا أنه هما في أقرب لحظة البعض والشعور ده كان بيديهم يعني قوة وطاقة أنه يستمروا أكتر ويتحدوا الظروف اللي بتمر بيهم فمن ناحية تانية إحنا كناس خارج الموقف لكن إحنا متورطين عاطفيا ومتورطين قيميا ده المفترض يعني أمش عارفة إيه توصيف الناس اللي هي ممكن ما تبقاش حاسة بأي مسؤولية جاه اللي بيحصل أو شايفين أنه ده شيء داخلي يخص ده ولا تانية يعني ممكن لو فيه توصيف ليهم أو شيء ممكن تذكرهن بس فكرة إنه إحنا كناس يعني متضامنين ومسؤولين وفاعلين بنشعر بإن إحنا متورطين وإن إحنا واجب علينا نتخذ موقف حتى لو أبسط الأشياء فإزاي نحول ثقافة المقاومة والتضامن مع غزة بحيث إن إحنا نكون جزء فعلا من المقاومة في غزة في أماكننا وفي حياتنا اليومية المقاومة زي ما تحدثنا عنها مش مربوطة بقضية معينة يعني الإنسان المقاوم لما بيكون ملهم لإلنا بيتوقع منا إنه نستخدم هذا المفهوم ونحاول نطبقه يعني أنا قبل الحلقة كنت بدي أحط الكرافت فقلت يعني أنا ليش أطلع بالكرافت خلينا أقاوم المظهر هذا الجميل مع الكرافت لأنه أنت بتتحدث عن شيء أسمى المقاطعة بشكل عام هي نوع من المقاومة إحنا متعودين على يعني الآن في معظم المتاجر في الدنيا كل الأشياء على رف التنزيلات هي مقاطعة طبعا أحد أسبابها إنه قلل الطلب فبدو يزيد زاد العرض قلل الطلب فبدك أنت تعمل تنزيلات محفزات على المستوى الفردي تبدأ تشعر أنه طيب في ناس بتقدم أرواحها بتقاوم الفكرة أنه الشعور بالأمان مقابل أوطانها فتبدأ تفكر أنه أنا مثلا كمثال شخص ما بيقوم على صلاة الفجر مشان راحته بيبدأ يفكر بهال منطلق هل أنا فعلا إنسان أقول ليتني كنت معهم عن جد لو كنت معهم مش راح أكون من المرجفين والخائفين والهاربين فتجد أنه النموذج اللي هناك تبدأ تسقطه على حياتك ففعلا هذه المقاومة استخدمها أنا حتى كطبيب نفسي مع الأشخاص مثلا مدمن المدمن هو لديه نزعة أو غريزة بتعاطي قهري لمادة معينة أنت مقاومتك وانتصارك هو أنك تقاوم هذا الشيء لأنه أصلا معظم المافيات والدول اللي بتدخل بتحارب دولنا في الإدمان هي بتحاربها يعني أنت لما بتقاوم هذا النزعة فيك هذه مقاومة بعد هذه الحلقة المفروض نبلش نخفف وزن برضو هذه مقاومة يعني أنت تبدأ دائما كنوع من ضبط الغرائز اللي عندك والنزعات السلبية أنه تستشعر موضوع المقاومة عند الشخص اللي يلمس الموت بيديه وبين أنك تأجل حاجة بين أنك تستغل مثلا شيء للظهور أو شيء لكسب المال أو شيء لكسب مقابل مثلا الظلم أنك تسكت عن الظلم مقابل أنك تشتغل مثلا في فضائية تعطيك آلاف الدولارات مقابل أنك تروج أخبار كاذبة كل هذا الشيء هو يتم ترسيخه فينا أشياء فينا تربين عليها ولكن ترسيخه من هذه النماذج اللي بنشوفها في عيوننا وكثير من الناس يعني أنا بتذكر أول ما بدأت حرب غزة بعض المرضى كانوا يحكوا لي والله منستحن يحكي عن مشاكلنا إلا إحنا في العلاجات المتطورة صرنا نعلم الشخص أنه يعلم ذهنه أنه ماذا لو كان كذا يعني أنت بحادث سيارة انجرحتي فللتخفيف أو لزيادة المرونة النفسية أنه تبدأ تتخيلي أنه ماذا أنا لو شللت أو واحد إن شاء الله ماذا لو أنه فقدت كل حياتي فدائما هذا النوع تجد أنه الناس لا بزيدهم أنه الله يعين الناس هاي إحنا عندي مشاكل أستطيع وممكن هذه هي الحل أن أتسامع عليه المشكلتي مع حماتي ومشكلتي مع مش عارف جاري وغيرتي من فلاني هذه صارت بالنسبة إلي معركة تافهة وهزيلة أنه معركتي الكبيرة هو أنه الأشخاص اللي أنتمي إليهم القضية التي أنتمي إليها أن تنتصر الضبط أنا بشبهها لما تكون تلعب بالحارة وأنت طفل صغير كرة قدم ولا وبعدين تصير تشجع فريق من الفرق العالمية بصير انتصار وانتصاري بصير هزيمتك في الحارة ما تعني لكش الكثير لأنك أنت بتعتبر حالك جزء من الفريق العالمي الآن في عندك فريق غزة العالمي اللي هو بيحقق انتصارات فريق لبنان العالمي اللي بيحقق انتصارات على صعيد المقاومة والصمود وأتوقع هذا راح يعطينا وعي بذواتنا وعي مجتمعي كبير وبنفس الوقت نمو على الجانب المعرفي ونمو على الجانب الوطني نمو على الجانب الديني والاجتماعي قدموا إلنا ناس وهم يعني أدالوا على الخير كفاعلة هم راح يكون لهم أجر في كل ذرة وعي بتزاد عندنا فيما جملة أو مقولة ممكن أقولها ويعني صحة حالي لو هزا كانت صحة هو أو خطأ ده معناه أنه أي شخص بيرفض وقوع ظلم حتى على المستوى البسيط جدا أنه ظلم في العمل مثلا مديره ظلمه هو شخص مقاوم ضمن 35% الرفضة للإنصياع للظلم هو شخص مقاوم وأنا أتوقع أنه جزء برضو من 65% هو عنده التنافر المعرفي يعني مش مرتاح مش مرتاح وهو أمام أن يبرر لنفسه أنه خلاص ده المدير وهو يعرف أحسن مننا ويجد بعض الأحاديث عن طاعة ولي الأمر يعني يدور على أشياء تحاول تدعمه بالجانب السلبية اللي اختارها أو ينتقل إذا صار في 35% أنه ينتقل معه وهنا الفكرة فكرة أنه 35% هاي نسبة عالية أنا بشوفها لأنه واحد يعني تكفي يكفي نعود ثقاب واحد لأن يحرق كل القش في هذه المنظومة السيئة إزاي بقى نقدر نوطد هذه المفاهيم ونتبنيها نفسيا وداخليا بحياتنا اليومية علشان نبقى من 35% أو يبقى فعلا عندنا مقاومة نفسية من أصغر الأشياء الأكبرها أول شيء أنه ننظر لحياتنا كشيء متكامل يعني أول شيء ممكن تكون كوميدية ولكن في فيلم هندي كان فيه شخص يقول أنه أنت افتخر بنفسك ما هو أنت الحيوان المنوي الوحيد اللي وصل للبويضة فتبدأ حياتك فإنك انتصرت على الملايين ثم بعد ذلك المخاض كله في أجنة بتموت في أجنة بيصير معها كومبليكيشن أنت كل هذا المراحل الصعب عديتها نحن ننظر نحن ننظر للإنسان في كل مرحلة من حياته يعيشها عبارة عن مجموعة من النجاحات التي تتراكم يعيش بعض حالات الضعف والعجز لكن الإنسان خلق ضعيفا وجزء من حياته هي مقاومة لهذا الشعور بالعجز والعدم الكفاءة والضعف أهم شيء نشتغل عليه إحنا حتى نشتغل في العلاج النفسي هو أن ندعم النقاط الإيجابية القوية عند الشخص نجعله يحاول أن يطور النقاط الضعيفة أو يتقبلها فقط يعني حد مثل الشيخ أحمد ياسين كان يقود أقوى حركات المقاومة تأثيرا في المنطقة وهو مشلول هو كان يرى أنه نقطة ضعف والشلل ولكن لديه قدرة على تحريك الجماهير على الخطاب على البناء اللي إحنا منسميه القيادة الروحية فنجح وبالتالي أهم شيء أنه نبني الإنسان نفسه ابننا وإحنا نربيه نربيه أنه ما يكون خانع وخاضع إلا يعني أنا بخوفني الولد اللي بيطلعش من كلمة أمه ولا من كلمة أبوه أنا بحب يكون الولد دائما يناقش ولما يطيع يطيع من مشان ربنا يعني ومشان رضى الأهل مش لأنه حاسس ما عندوش خيار وبالتالي حتى في موضوع التربية إحنا بحاجة للتربية دائما تعلم الطفل من بدايته تعرف الطفل لما ينولد بيدخل في مرحلة حسب تقسيم إريكسون المرحلة الأولى بده يشعر بالثقة أمام هذا العالم الغريب ثم بعد ذلك بعد ما بسموها السنة الثانية والثالثة اللي هو ترابلتوه بلش بده يعاند إحنا جزء كبير مننا بينجن والابن بيعاند لا هذا جزء لازم أنت تدعمه حاول لما بيعاندك اعطيه خيارات حتى هو اللي يكون جزء من القرار حتى في نظريات بتبين أنه الشخص لما يكون هو ما أخذ القرار قدرته على أنه يتمنى كل الخطوات اللازمة لتحقيق النتائج بتكون أكثر من لما يكون أمليا عليه هذا القرار وبالتالي حتى في تكوين أطفالنا وطلابنا إذا كنا أكاديميين دائما نعطيهم نزعة أنه يصنع قرار أو يكون جزء من صناع القرار مش من المنفذة في المراهقة نفس الشيء احنا دائما نقدم مجموعة من الخيارات تخلي الشخص في النهاية ابنا حتى لو أحط له أنا حد من الحدود بينفعش أحكي له ممنوع تدخل للبيت بعد صلاة المغرب ممنوع تعمل كذا أقدم له حلول هل تحب تكون يعني طلعتك معايا بعد المساء ولا إذا لوحدك قبل المساء فهو يختار هذا الأسلوب موجود عند الناس في غزة لأنه هو أصلا الجزء كبير من الأب بيعمل الإبن بيعمل الإبن بيدور على أسلوب يعيش فيه يعيل فيه العائلة رغم أنه هذه كلها صدمات نفسية ولكن إحنا دائما نشوف أنه هذه الصدمات بتصنع رجال مش بتكسرهم بتصنع نساء فاعلات عاملات بتصنع الأم اللي في غزة اللي بتحمل العائلة على ظهرها وبتكون بدور الوالد لأنه الوالد إما في العمل أو في الأسر أو شهيد وبتصنع الرجل في نفس الوقت اللي مضطر يعمل الشيء اللي إحنا من درسه للناس اللي هو التوكيل قدرة على التوكيل أو على إعطاء الوظائف في البيت لأنه هو مضطر يقوم بأشياء ويوكل أبنائه وبناته بالأشياء الأخرى فكل هذا الشيء بتصنعه هذا المعجزة اللي هي صدمة عم تصنع جيل وهذا الجيل هو الجيل اللي راح يكون يعني مناطبه التحرير فبالتالي وكأنه يتم وضعه تحت امتحان قاسي قاسي جدا وهو يثبت ما زال يثبت لنا دائما أنه هذه الامتحانات من نسبة له يعني شيء قادر على أنه يتعامل معه كثير من شباب غزة دائما بيمزحه أنه إحنا خريجين حروب يعني إحنا اللي عايشين وهذا إحنا في تركيا كنا في امتحاناتنا أحيانا تأتي بعض الأسئلة السابقة بسموها أسئلة سنوات سابقة فأصحاب غزة يقول لك هاي أسئلة سنوات سابقة إحنا عايشين القصف هذا وعايشين الدمار ومنعرف ومنعرف كيف نتعامل وكيف الناس يعملوا زي لجان حتى ما يصير في كل الكوارث اللي على وجه الأرض فيه فلتان أمني بيصير فيه سريقات تجد أهل غزة عندهم لجان طوارئ كيف بتطلع الله أعلم كأنه مرة واحدة بتصير لجان طوارئ لجان بتوزع الأكل نساء بتعمل للأكل فيه رجال بيحرص وهذا كله بحاجة لمعرفة أو تجربة إنسانية عميقة مش موجودة عند الناس اللي برا ولكن كلنا لدينا المخزون الجيني لأن نتعلم هذا الشيء يعني كلنا لدينا بتعرف الشخص الإنسان بعضلاته قادر على إنه يرفع أكثر من 350 كيلوغرام لكن إذا تدرب يرفع الفكرة في المنع النفسية هو إنه إذا أنا بحاول أرفع 350 بدون تدريب بدون صبر بدون جلد بدون روتين أقوي في نفسي كسر يعني صير معاي ديسك ولكن الشخص المتدرب يستطيع أن يتحمل نفس الشيء المنع النفسية إذا أنت استطعت أن تدخل في برنامج روحي معرفي اجتماعي كل هذا يستطيع أن يرفعك إلى مرتبة هؤلاء اللي كلهم صاروا بالنسبة لنا نماذج يجب أن تدرس في المرحلة القادمة ويجب أن نكون يعني جزء من ما نقدم لهم هو هو أصلا رح يكون عائد النفس علينا يعني أحد الكتاب كان يقول إذا أنا قدمت لفقير خبزة لا أنتظر منه الشكر لأنه تقديمي إعطائي هو سيشعرني بقيمتي وبالتالي أنا قدمت ما قدمته لنفسي أخذت جائزتي قبل أن أرى رد فعله نفس الشيء أي شيء بنعمله لقضيتنا هو شيء من الشعور بالانتماء بالنسبة لنا بالحفاظ على الهوية المجتمعية عندنا بالحفاظ على الكرامة الإنسانية بالحفاظ على الأمانة أمانة الموروث اللي قدمون لها أجدادنا وهم يتحدثوا عن الأماكن اللي هجروا منها وعن الثورات اللي خاضوها يعني أنا جد وإحنا صغار كان دائما يحكي لي عن ثورة الست وثلاثين وإنه كان قائد الحراس العشرة العبد الرحيم محمود الحج فهذه كلها موروث حسه أمانة أنت بحاجة أن تقدم شيء سواء على الصعيد العلمي الثقافي الأكاديمي المادي المعنوي لأن يعني الشيء اللي تحدثنا عنه قبل أنا امتداد لهذا الجيل وبالتالي يجب أن لا أكون زائدة كذيل ليس لي وظيفة يجب أن أكون لدي وظيفة وهذا الشعور بيشعر في كل فلسطين وكل عربي حر كل مسلم كل غير مسلم عنده حرية عنده شعور بالأنفة باحترام الإنسان أنه يجب أن يكون لي وظيفة في هذه المحنة وبالنظر للأعماق كمان أن المقاومة هي جزء من النجاح الاضطراب النفسي والألأ الوجودي اللي احنا ممنحس به مع شعرنا بالعجز شكرا جزيلا دكتور حزيفان وورتنا كان لقاء شيء جدا ونتمنى تفريق القرب قريبا إن شاء الله عن أهل غزة وعن شعوبنا العربية كلها إن شاء الله الله يبارك فيك شكرا جزيلا تذكرة بسيطة أن المقاومة مش لازم تكون فعل كبير ده بودكاست ملاذ استنونا الحلقة الجاية وما تنسوش تتابعونا على كل منصات البودكاست شكرا جزيلا